اشتركوا في القناة واستمتع بالمقطع اليكم عشرة حيال سحرية يمكن لأي شخص القيام بها من خلال هذه الحيلة يمكنك تبديل قميصك على الفور وهذا ليس صعبا على الاطلاق كل ما تحتاج اليه هو ان ترتدي قميصين في ذات الوقت وبحيث يكون القميص الذي ترتديه في الخارج اعلى رأسك من الجزء الداخلي ثم ترتدي سترة او اي قطعة ملابس اخرى تخفي الجزء الظاهر من القميص الذي ارتديته مسبقا كل ما عليك فعله الان هو الالتفاف واخراج القميص من عنقك وقد كنت بالحيلة بالفعل تاسعا المنديل العجيب انها حيلة كلاسيكية يجب ان يعرفها اي ساحر وهي عبارة عن المهارة في التلاعب بالايدي بخفة ببساطة يجب ان تمسك بانبوب صغير يحتوي على قطعة قماش مختلفة عن القطع التي ستظهرها في البداية عندما تدخل القطع الاولى في نفس الانبوب ومن الطرف الاخر سيتوجب عليك اخراج الاخرى ومما سيجعل الجميع يعتقدون ان لون المنديل قد تغير ثامنا المغناطيس بالقلم هي احد الحيل الاسرع التي يمكنك القيام بها من السهل معرفة ماذا يوجد في الخلف ولكن قد تثير هذه الحيلة دهشة احدهم اذا تمت بلطف وخفة سوف يظن الجميع انك سطعت الصاق القلم الرصاص او القلم الجاف في يدك كل ما عليك فعله هو اسناد القلم بالاصبع السببة من يدك الاخرى سابعا اختراق كيس المياه سوف تحتاج الى كيس بلاستيكي قابل للغلق والفتح مثل تلك الاكياس التي تستخدم لحفظ الثلج عليك ملأه بالمياه ثم تقديمه للجمهور والان عليك خرق الكيس باستخدام اقلام بطرف حاد وحتى يخرج القلم من الطرف الاخر وسوف تكون النتيجة مذهلة لانه لن ينزل من الكيس نقطة نياه واحدة يبدو تقسيم هذا النوع من الفواكه الى نصفين هو امرا صعبا ولكن يتعلق السر وراء هذا الامر اكثر بالمهارة وليس بالقوة اولا عليك وضع اصبعي الابهام في مركز الجزء الاعلى من الثمرة ثم عليك الضغط باتجاه الخارج في الاتجاهين وسوف تجد ان الثمرة قد انقسمت الى نصفين بسهولة خامسا قطع اصبع الابهام وحتى تكون تلك الحيلة بالكفاءة الكافية عليك القيام بها في مواجهة الجمهور وحتى لا يشاهدون كيفية القيام بالحيلة بسهولة تتم هذه الحيلة عن طريق اقناع الجمهور ان اصبع الابهام في احد ايديك هو في الحقيقة اصبع الابهام لليد الاخرى في حين انك من اجل القيام بذلك عليك طيك للاصبعين وضغطية المنطقة التي يتدخلان بها باصبعي السبابة ومركز اليد التي يوجد بها الاصبع يمكنك مشاهدة كيفية ذلك في المخطع قم بممارسة الحيلة واطلب من احد اصدقائك ان يعطيك رأيه في الحيلة رابعا الورقة المحلقة في الهواء ومن اجل جعل الجميع يصدقون انك تتحكم في ورقة وتجعلها تحلق في الهواء كل ما تحتاج اليها هو ورقة مخرومة من مركزها ثم عليك ربطها بخيط وتعليق الخيط في يدك لا يحدث كل خيط نفس التأثير ولكن يعتمد الامر على اللون وما يمكن ان يدركه الاخرون تقوم بعض المتاجر المتخصصة ببيع خيوط لا ترى بالعين وهي الخيوط التي ينصح باستخدامها في هذه الحيلة لا تستخدم خيطا ابيضا وتصرف بثقة حتى يقتنع الجميع بالحيلة في هذه الخدعة عليك اقناع الجميع انك قد قمت برفع كوب في الهواء ويجب ان يكون من البلاستيك او الكارتون لان اول ما علينا فعله هو ثقبه من المركز من احد جوانبه بمساحة كافية وبحيث يمكن ادخال اصبع الابهام والان عليك اظهار الكوب من الجهة السليمة وعلى ان يكون اصبعي الابهام داخل الكوب من الخلف وبالتالي سوف يبدو الكوب كأنك تتحكم به وتجعله معلقا في الهواء من خلال التحريك الزهني ثانيا تجميد المياه في هذه الحيلة عليك وضع عضوة من المياه لمدة ساعتين ونصف في المبرد وعلى ان تكون درجة الحرارة اقل من 18 درجة مئوية اهم ما في الامر هو ان تكون المياه على وشك التجمد وبعد هذا الوقت من الانتظار عليك اخراج العبوة بعناية وخطها هكذا سوف يندهش الجميع عندما يجدون ان المياه تتجمد شيئا فشيئا في خلال ثواني يبدو الامر وكأنه من الخيال العلمي اليس كذلك اولا واخيرا قطع ذراعك بورقة اللعب من اجل هذه الحيلة سوف تحتاج الى ورقتين للعب ومقص وشريط لاسق عليك اولا قص طرف احد الاوراق ثم لسك الجزء الاكبر من الورقة التي قمت بقصها على ورقة اخرى باستخدام الشريط اللاسق ثم لسك الجزء الاكبر هكذا على المساحة المتبقية والان عليك مصادمة الورقة في ذراعك وقد اكتملت الخدعة شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة اشتركوا في القناة